أهلاً أصدقاء إذا كان لديكم إيمان كامل بأن ديلاً لم تقتل حسن وتريدون أيضاً إثبات براءة باراً وديلان فلنضغط على زر الإعجاب ولنتابع الصفحة هل قتلت ديلاً حسن فعلاً؟ من قتل حسن؟ ما هو السر الكبير الذي سيعلمه بران أثناء وجوده في السجن؟ هل ستذهب ديلاً إلى السجن بدلاً من داراً هذه المرة؟ هنا سأجيب على جميع سئلتكم أيها الأصدقاء لو تتذكرون في الحلقة السادقة من الحلقة الجديدة من مسلسل زهور الدم مات حسن منذ وفاة حسن اعتقد باران أن ديلاً قتلت حسن وتحمل مسؤولية جريمة لم ترتكبها ديلاً لأن هاجر أطلقت النار على حسن وقتلت كما تحمل باران مسؤولية الجريمة الذي لم يرتكبها باران ودخل السجن في الحلقة القادمة لن تستطيع ديلاً تحمل دخول باران إلى السجن ونتيجة لذلك ستتخذ ديلاً قرارها في الحلقة القادمة ستذهب ديلاً إلى القاضي وتقول أيها القاضي لقد قتلت حسن لكن في الوقت الحالي لن تتحمل ديلاً مسؤولية الجريمة التي لم ترتكبها لأنه في الحلقة القادمة سيضطر باران إلى البقاء في السجن لفترة من الوقت وعلى وجه الخصوص فإن الجناح الذي سيدخله باران سيكون جناح يلدريم شقيق جيداً في الحلقة القادمة ستبدأ صداقة عظيمة بين باران ويلدريم لأنه في الحلقة القادمة ستحاول هاجر التي علمت أن باران يقيم في نفس الجناح مع يلدريم قتلت يلدريم لمنع كشف الحقيقة كن باران سينقذ حياة يلدريم بالإضافة إلى ذلك سوف يسبب يلدريم مشاكل أكبر في هذه العملية لكن باران سيحمي يلدريم دائماً وسيكون شقيقه بالدم نتيجة لذلك سيخبر يلدريم باران بالحقيقة قبل وفاته من أجل سداد دين حياته لباران وهكذا سيعلم باران أن ميران هو في الواقع أبنه بالإضافة إلى ذلك سترى ديلاً تميمة ميران في صندوق المجوهرات الخاص بها لأنه في اليوم السابق لوفاة حسن وضعت القلادة التي ارتدتها ديلاً لميران عندما كان طفلة في صندوق مجوهرات ديلاً لهذا السبب ديلاً سترى قلادة ميران ونتيجة لذلك عندما تجتمع كل الألغاز معاً ستكتشف ديلاً وباران أن ميران هو طفلهما وهكذا تبدأ مشاهد الحب في مسلسلنا لأن ديلاً وباران سيكونان سعيدين إلى الأبد لأن لديهما طفلهما بالإضافة إلى ذلك سيتم القبض على من قتل حسن وسجنه لأن هاجر هي من قتله إذن من تعتقدون أنه قتل حسن وسأنتظر تعليقاتك أدناه وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا القسم أيها الأصدقاء للمزيد من الفيديوهات لا تنسوا الاشتراك والإعجاب وتفعيل التنبيهات وترك تعليقاتكم اعتنيوا بأنفسكم نراكم مرة أخرى ترجمة نانسي قنقر